استقبل نائب محافظ محافظة عدنى من عامل مجلس المحلي بدر معاون الملحق العسكري بسفارة الهند لدى بلاد لاسنجي كومار واجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع والقضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين بلادنا وجمهورية الهند الصديقة وفي مقدمتها عدد فتح القنصلية الهندية في مدينة عدن لتسهيل إجراءات المواطنين الراغبين في التوجه إلى الهند كما تم تطرق إلى إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا الطاقة البديلة في الهند للمساهمة بإقامة مشاريع مماثلة في العاصمة المؤقتة عدن كتجسيد للعلاقات التاريخية التي تربط بلادنا مع الهند بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إقامة توأمة بين مدينة عدن ومدينة مومباي الهندية نظرا لارتباط المدينتين في كثير من أوجه التشابه الثقافي والفني والمعماري وتم الاتفاق على إعادة فتح القنصلية وقيام السلطة المحلية بالمحافظة على المعالم التاريخية والكنائس والمعابد المتواجدة في عدن والعمل على إعادة تأهيدها جراء ما لاحقها من تدمير وتخريب خلال فترة الحرب وأكد معاون استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة أويه الدعم لتسهيل عمل القنصلية وإعادة تأهيل الكنائس والمعابد لكافة الطوائف الهندية باعتبار مدينة عدن حاضنة لكل الثقافات والديانات ولكل القادمين إليها